اللي فكرة المنع عندي انا بكلم بشكل شخصي فكرة المنع عندي مش مش احلى حاجة خالص بالعكس انا ضد اي منع لانه مش فكرة بقى الممنوع مرغوب او الكلام اللي هو جد ده او صحيح لكن كمان اللي هو عندي مفهوم كده ان اللي هو امنع ليه يعني لما امنع ليه وحستفيد ايه هل انا هستفيد لما امنع ده وهل حقدر امنع في حقيقة الامر يعني فكرة المنع في الزمن اللي احنا في ده هل حقدر امنع في حقيقة الامر انا بتكلم الكلام ده على اغاني المهرجانات اغاني المهرجانات او مغنين او مؤديين اغاني المهرجانات الحقيقة كان فيه ليهم قصة مع النقابة نقابة الموسيقيين وعرفنا وكلنا تابعنا وأنا من الناس اللي كنت بقول يا جماعة حاولوا يبقى فيه شعبه حاولوا أنتوا تحتوي الناس دي لما تبقى على الأرضية بتاعتك وتشتغل من منطلق أنت موافق عليه أفضل كتير من أن أنت تمنعه ناقد السينمائي الكبير السيد سطرق الشناوي كتب مقال في غاية الأهمية ليه في غاية الأهمية لأنه أشار ووضح أنه فيه تقريبا خمس مسلسلات بيتعرضوا في الدراما المصرية في رمضان هذا العام لمغنيين أو مؤديين المهرجانات سيستارق كتب بيقول نقابة الموسيقيين ما بينقصين من بنها فكرة في المقال حنقول لحضراتكو عليه والمقال حقيقة من وجهة نظري أنا ققارئ أنا طبعا بكي أن كل الاحترام للنقابة نقابة الميان الموسيقية وأيضا كل الاحترام للأستاذ طرق الشناوي لكن أنا ما لقيتش فيه المقال شيء يسيء للنقابة لكن فجأت أنه النقابة نقابة الميان الموسيقية أصدرت بيان ضد ناقد السينمائي الكبير الأستاذ طرق الشناوي ترجمة نانسي قنقر